نظم مركز تراث كربلاء التابع لقسم شهون المعارف الإسلامية والإنسانية ورشة علمية بعنوان قراءة معاصرة في التراث الأدبي لعلماء كربلاء في القرن العاشر الهجري تمهيدا لمؤتمر حراك كربلاء المزمع ينطلقه في شهر التشريع الأول من هذه السنة حاليا نحن في ورشة علمية تعد الأولى لمؤتمر تراث كربلاء الذي ننوي إقامته إن شاء الله في الشهر الحادي عشر في خصوص هذه الورشة أو في نظرة القائمين على المؤتمر بأنه تكون عدة ورشات قامت عدة ورشات سلسلة من الورشات وسلسلة من الندوات تهدف إلى ترصين البحوث التي ستأتي إلى المؤتمر وكذلك بناءها بناء علم رصين بحثي موسم بفضولي البغدادي لمحات من حياته وفنه هذا البحث من البحوث التي تخص تراث كربلاء وتخص التمهيد للمؤتمر المزمع عقده في كربلاء والذي يخص فضولي البغدادي الذي كان عالما وشاعرا وفيلسوفا مهما ويستحق الدراسة ويستحق البحث الورشة التي شهدت حضور عدد من الشخصيات المعنية بالتراث نالت استحسان الحاضرين لما لها من أهمية بالغة في ربط اللحظة الحاضرة بالماضي وتعريف الأجيال بإرثها الثقافي بوساطة البحث والتنقيب عن تاريخ رجالات كربلاء وعلمائها وتسليط الأضواء على تاريخ كربلاء والكشف عن علاقتها الوثيقة بالأرث الحضاري والتأريخي التي تتسيده هذه المدينة تاريخيا وعقائديا واحدة من نفحات العتبة العباسية المقدسة هي الانفتاح على الجهد الأكاديمي الموجود في الجامعات من خلال تنمية وتحريك المناخ الفكري لتراث مدينة كربلاء بالحقيقة هو تراث ثر وبحاجة إلى أكثر من ندوة وإلى أكثر من مؤتمر كان المسعى للعتبة العباسية المقدسة مسعى جاد وحفيث من أجل الأقوف على النقاط المضيئة في هذا التراث ومن الجدير بالذكر أن العتبة العباسية المقدسة اهتمامات موسوعية في مجال التراث العراقي يظهر ذلك في تأسيسها لمراكز بحثية أخذت على عتيقها إنجاز هذه المهمة وقد توزعت مراكز التراث على معظم مدن العراق منها مركز لتراث كربلاء ومركز لتراث الحلة وآخر في البصرة وقد صدرت عن هذه المراكز نتاجات كثيرة فضلا عن تنظيمة لكثير من الورج والمؤتمرات والندوات التراثية التي تسهم في إظهار وجه العراق التراثي الناصع ترجمة نانسي قنقر